السلام عليكم أحبابي في الله الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جيناكم اليوم فيديو جديد باش نعرض عليكم بعض السيارات المتواجدة في الجزائر السيارة هذه قديمة نوعا ما يعني كيلي زيدة في 60ات كيلي في 90ات كيلي في 80ات لكن أسعارها يعني خيالية وخيالية وتبقى خيالية يعني في الجزائر تقدر تشوف أي شيء تشوف العلجب كما يقولوا سيارة هذه أسعارها يعني راح ستندهش يعني من الأسعار تاحها هي صح سيارات قديمة في تاريخ إنشائها لكن هي جديدة يعني في الهيكل تاحها لكن أسعارها يعني باهظة جدا راح نعرض عليكم اليوم في الفيديو هذا يعني بالصوت والصورات سمعوا أسعار من عند صاحب السيارات يقول لكم اشعال سوموا في السيارة هذا من طولوش عليكم يعني نبدأ تشوفوا الأسعار تسمعوها بإذنك وخليلي التعليق تحت هاي السيارة الأولى هاتي أعطى بمي و عشر بمي و عشر اجد بارك كما شاء الاخواة يعني كمهم بمي و عشر سنة 64 كاملوا الفيديو أعطوا منني كما شاء الاخواة yarn whole que have locked in edi وسبعين فيها بوات أوتوماتيك نكمل الفيديو إخواتي هذه أعطوه 180 هذه أعطوه 180 سنقط رايقول سوموه ب180 كما كم تشوفو خوتي سنقط 81 كما اشتو خوتي هنا موشو موضح وعدي يقول 180 وعدي يقول 81 أعطوه 180 هذه أعطوه 112 يعني كيف كيف واحد يقول 112 وواحد يقول 212 نكمل الفيديو وهذا من أكدة هنا خوتي أفتحوا إذنك مليح باش تسمع السعر السيارتين هذه هذا الزوج أسمع السعر التحم وجاوبني في التعليقات وهذه 350 170 350 الله يبرك كما اشتو خوتي الأسعار هذه خيالية وخيالية التي تخليك يعني تخمم وتشاور مع روحك تقول وشكون الناس هذي اللي يسوموا بهذه السومة بتاع 300 200 270 ومية وثمانين والله ما على بالي شكون هذا اللي عنده الجرأة باش يسوم سيارة من هذا الطيراز من هذا النوع بهذه السومة يعني ما عارفش المهم خوتي انتو ما قلونا الأراءة تحكم في التعليقات يعني هموني الأراءة تحكم احنا كالجزائريين يعني نبغو نشوفوا صورة كما هذو لكن تتأسف الأوضاع يعني كتشوف سيارة مثل هذه تلحق لهذه السعر كما لنا الفيديو نتلاقى في فيديو آخر إن شاء الله